اعلن نائب وزير الخارجية خلد الجرالة بدء الخارجية اعادة عوائل البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في الصين والابقاء على الحد الادنى من الدبلوماسيين والاداريين كاجراء احترازي من فيروس كورونا حيث الطالبة الخارجية من السفارة لدى الصين والبعثات الدبلوماسية ترحيل عوائلهم مؤكدا بانه اجراء احترازي طبيعي بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج اشتركوا في القناة